انتبهوا ايها السادة انتبهوا ايها السادة بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناة الحياة في كل مكان مساء الفلو اهلا بكم في الحلقات الاخيرة من برنامجكم انتبهوا ايها السادة عارفين يا جماعة الناس اللي كانت غاوية تقف وراء لعبة الكورة بعد الماتشاط وتقفوا تبوس فيهم كتير قوي كده وغريب قوي ولو ما بسوش اللعيبة تلاقيهم لازم يعملوا باي باي للكاميرا ويقفوا انتباه كده يعدلوا في هدومهم عشان التصوير طبعا وفيه بقى الناصح اللي بيعمل مش واخد باله ويمشي يضرب بعين كده على الكاميرا اه اه اكدوا بيتكلم في الموبايل طبعا بيقول لي مامته ولا مراته وسرحان هو في اي حاجة مش معاكو يعني بس بيتكلم في الموبايل تشوفوني الوقت في البرنامج وقالي يعني مش واخد باله اه من دول ودخلوا الملعب الدي ازاي الله هو اعلم بس الاكيد انهم ناس غوية شهرة وظهور في التليفزيون طبعا الشهرة حق اصيل لأي حد فينا لكن انه يتحول لهاجس ده اللي مش طبيعي لانه بيخلي صاحبه يتصرف تصرفات غريبة جدا ويمكن كمان يتحول علي بيه مظهر فاكرين شخصية علي بيه مظهر بتاعت فنانة الكبير الأستاذ محمد صبحي هو ده ولكن الدنيا بتتطور تغيرت طبعا وسائل الانتشار ويأسلم على الفيسبوك وعمايل الفيسبوك في الموضوع ده تفتح يا محترم الفيسبوك من هنا وانا فورد فيديوهات تلبس وشك من هنا وعيش بقى عيش بقى مع مصرح منوعات او اللي هي اونلاين اللي هي الكوميدي واللي هي الستاند ابتا صح يا ماجد بيرسي واللي تراجدي والأي قالش والسلام مهم اتشهر ونستعرفني واعد من صحابي كده واتفشخر ان الفيديو بتاعي عمل الف لايك وعليهم كام اموشنز قلوب وسمائل فيس وفيه بقى حرفت المناسبات الكبيرة السلام عليهم زي مثلا المهرجانات او المؤتمرات الفنية او الرياضية دول بقى ما بيكونش ليهم اي علاقة بالموضوع من قريب او من بعيد لقيهم متشايكين على سنجة عشرة كده واول ناس تيجي واخر ناس تمشي ليه؟ عشان ايه؟ ولا تفهموا يكفيهم بس كم صورة مع النجمة ده او النجمة دي عشان تبقى امارة قدام الصحاب والحبايب والجران على علاقاته جمدة جدا مع المشاير اما بقى برامج المسابقات ده هو موضوع تاني خالص تخيل ان واحد يشترك في برنامج مسابقات الغنى مثلا ويقطع مشوار لحد بلد تانية عشان بس يقف قدام لجنة التحكيم يقولهم انا جاي يسلم عليكم يلبي واخد ولا هو صوته حلو ولا يعرف حاجة عن الغنى اساسا دي فيه جانب ايجابي طبعا البرامج دي لانها بتكتشف مواهب حقيقية واللي اصحابها بيكون من حقهم فعلا انهم يبقوا مشاهير ونجوم كبار لان دول كان عندهم حلم حقيقي نفسهم يحققوه ولقوا ان البرامج دي وسيلة مناسبة جدا لتحقيق الحلم فاكتهدوا لحد ما وصلوا ليها حب الشهرة ده جنون وفيه ناس بتدور على خرم ابرة عشان تطلوا منه تطلوا منه عشاشا تمثيل بقى او هنا او مزعين ومحللين لكن يا ترى كل اللي بيعمل كده بتكون عنده المواهبة فعلا الله اعلم جماعة بجد وبعدين كل واحد يقابلك في الشارع مثلا اهلا 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 الله اهلا الله اهلا ممكن يتصور معاكي وأنت بتتصور كده انا عايز امثل كده عايزت مثل طب انت لازم تخش المعهد ولازم على قليل تبقى معاك شهادة جامعية أو تخلصت سنوية عماء تنتسب للمعهد أو تخش المعهد لا هو عايز يمثل وخلص فاكر ان احنا ايه تمثيل ده يخش البلاتو المخرج يقول ايوه هو ده اللي انا عايزه زي الافلام زمان ده ما بيحصلش طبعا خالص يا جماعة على فكرة يعني فيه مثلا ممثلين بيبوا مبتدئين بيروحوا يعملوا كاستنج الكاستنج ده اللي هو مسلا مساعد المخرج أو المخرج أو وتفر يعني بيشوفوه يقولوله مثلا فيه مشهد زي ده اقرأ فيقرأ مشهد طويل جدا وفيه تمثيل كتير جدا وفي الاخر يقوله اوكي انت بقى شخص واحد احنا عندنا في السكريبتات اسماء مثلا الناس اللي بيتمثل لاجن بيبقى فيه مثلا تخش عياد الدكتور او تروح مثلا محل تلاقي مكتوب في السكريبت ايه شخص واحد شخص اتنين تلاتة ده بيقول جملة فيروح يعينهم والكاستنج ويرجع والكاستنج يقولك اه دي اللي انا خدتها جملة ففيه الناس بتبقى احلامهم كبيرة صحيح لكن مش لدرجة ان انت تبقى ماشي في الشارع وتقول عايزة مثل فاخدك كده واتجيك للمخرج او المنتج وقوله ده موهبة بفزة انا مالي هم اللي حكوهم مش انا مهم احنا نسيب الناس دي بقى مكملين في مشوارهم وتعالوا نشوف فقرات حلقة النهار دعا اول عاوزة اقول سؤال الحلقة واللي اخترناه عن فيديو كليب اثار جدل كبير جدا خصوصا بين مشجعي نادي الزمالك اكيد كلكم عرفتم اني اصد الفيديو بتاع قوناة اسلوب حياة لدنيا الحلو وسلمة عزتين يا طرع هل الزمالكوية راضين عن كليب اسلوب حياة مستنيين اجابتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي هتزهر قدامكم على الشاشة نبعتنا من دلوقتي والحد نهاية الحلقة اما فقرات برنامجنا هنبتديها مع استاذ دكتور محمد العشين استشاري طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الاثر واللي هيكلمنا النهاردة عن علاج مشاكل الحاول طبعا اكيد اكتر اللي بيهمنا ان احنا نسعل فيه حاول الاطفال وفي الفقرة التانية هيكون معايا السنائي دونيا الحلو وسلمة عزتين اصحاب كليب اسلوب حياة وفقرتنا التالتة والاخيرة طبعا هتكون مع الشريف حسن حسونة في المربع انا عايزة اقول لكم يا جماعة انه زي ما قلتلكم قبل كده في حلقة اول الاسبوع ان احنا ان شاء الله على نهاية الاسبوع اللي هو يوم الاربع هينتهي برنامجنا انتبهوا ايها السادة بس مش عايزة كنت بطلوا تكافل مع الناس بطلوا تساعدوا الناس لان انا انا عملت العلية وقلت وناس كتير اوي تقبلت وناس كتير اوي ساعدتنا جزاهم الله كل خير وناس كتير اوي تمرعونا وتمرعو الحالات عندنا في البرنامج افضلوا ده ما هو ده بقى ده بقى اسلوب حياة ان انتوا تفضلوا وتساعدوا الناس وزي ما قلتلكم ان انا شفت برنامج هنا على قناة الحياة بيقول ان انت لو تكافلت بطفل يتيم ان شاء الله تدفع له 300 جنيه في الشهر طبعا لو قادر تدفع له 500 شيء عظيم قادر تدفع اكتر تمام انت بتتكافل بالطفل اليتيم ده مش بس بتبعط له فلوس وخلاص لأ لازم برضو تروح وتزوره تاخده تفسحه مع اولادك لو ما عندكش اولاد وربنا ما ارادش ليك الرزق ده بتاخده تفسحه تشتري له حاجات تحسسه بالقبوة او بالامومة مش بس مش كفاء الفلوس بكده احنا مش هيبقى عندنا اطفال ايتام ولا الاطفال الايتام دول حيحتاجوا انهم يخرجوا في الشارع ويبقوا زي ما بنقول عليهم اولاد شوارع بس دولا دولا مظلومين يا جماعة وعايزين الايد اللي تتمدلهم علشان تساعدهم كمان برجع افكركوا تاني في ايام الشتاة البرده داي برده داي برده زي ما انتو قادرين ان شاء الله يا رب تجيبوا اربع بطاتين خمس بطاتين عشرين بطانية تلاتين بطانية وتاخدوا ولادكم معاهم كده معاكم وتلاقوا حد طفل او راجل كبير او ستة كبيرة من اللي قاعدين في الشارع ساقعانين ما عندهم مش سقف يغطيهم بتقول لابنك او بنتك ادي البطانية دي يا حبيبي العمو او للحاجة عشان يتدفع الطفل خلاص هيتعود هيتعود انه هو لما يكبر ويشتغل ويبقى معا فلوس هيعمل نفس الحكاية اللي كان بيعملها يعني زي ما احنا متعودين في رمضان كاراتين بقى اللي فيها حاجات واغذية وكده طب في الشتاء هم برضو محتاجين يأكلوا بل عملتوا كاراتين يا سلام بقى يا شيء جميل لو فرقتوا بطاتين عشان الناس دي تدفع وافتكر ان انت بترجع بيتك مفق فق بالبرد بتقول لهم بقى في البيت يلا بقى كوبايت مجع عدس كده ولا كوبايت شاي بلبن عشان بردان قوي بتوحد لابس البجامة ولابس روب ولابس طبعا اكيد لكلوك في رجلك يعني ايه رجلين اكتر حاجة بتسعع وتبقى قاعد وعمال بتتنفد فتكر الناس دي فتكر ان في طفل او ستة كبيرة او راجل كبير قاعدين في الشارع من غير مقوى من غير ساق في غطيهم من غير حاجة تدف فيهم فاصلوا نرجعلكو تاني استدونا اللي حاول من المشاكل الخطيرة جدا اللي بتسبب حالة نفسية واحراج كبير للمريض وخصوصا الاطفال الطفل ما بيقدرش يلعب مع صحابه مش بيشوف كويس ودايما بيكون مش مركز وفيه امهات كتير قوي وما تقدرش يتكتشف الحوال بادري وممكن تهمل في استشارة الطبيب وتقول اصوى لما يجبر الحوال هيروح للأسف المشكلة بتزيد بيكون صعب علاجها جدا اكتر من الاول ولان اطفالنا هم اهم حاجة في الدنيا لازم لما يظهر على الطفل اي علامة من علامات الحوال ما نتأخر شيء في استشارة الطبيب والحقيقة جات لنا اسئلة كتير قوي على صفحتنا على الفيسبوك عن الحوال هنجاوب عليها النهاردة كلها ان شاء الله مع ضفنا العزيز الاسم الكبير في عالم طب وجراحة العيون استاذ دكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الازهر دكتورة طب وجراحة العيون زميل كلية الجراحين الملكية بنكلترا استشاري الشبكية والجسم الزجاجي والليزر استشاري تصحيح الابصار والليزر مشرفنا يا دكتور والله العظيم انا بسعد بك جدا يا ربنا وبقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب والأسرة طيبة وبخير يا رب وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكو جميعا ويخليك لنا ويخليك لسيدة المشاهدين اللي بيحبوك يا ربنا يا خليك يا دكتور وانا مشكورا جدا وبقول انه ربنا يجعله في ميزان حسناتك الحالات اللي حضرتك خدتها من البرنامج وتعالجته زي ما انت قلت ده بيبقى زكاة العلم الحمد لله ربنا تقبلها مننا ومن حضرتك كمان إن شاء الله يا رب يا دكتور أنا بس هي مساهمة صغيرة بس لو حضرتك فعلا يعني وبتهتمت جدا بالحالات دي طبعا انت بتهتمت بكل الحالات بس أنا قصدي ان الحالات لما بيكونوا أطفال حضرتك أو الأسيستنت اللي عند حضرتك بتتصل بنا وتطمنا وعلى طول فتحة خط معانا بجد يعني لأ حضرتك وإحنا النهاردة تاني بنجدد تاني نفس الوعد بتاع المرة اللي فاتت وبقول لحضرتك لو في حالات تاني أنا مستعد ربنا يخليك كده بس أنا بس أستاذا حضرتك يكونوا عن طريق البرنامج بالزبط علشان يبقى الموضوع يعني يوصل الحاجة الخير يوصل لأهله يعني تمام جدا يعني أنا اللي حتصد بيك شخصيا أحب أمم أو أسلحنا خلص إحنا خدرنانا حلقتين في البرنامج وحننهي البرنامج فطبعا الاتصال هيبقى مباشر الاتصال مباشر إن شاء الله مع حضرتك وأنا حجي لك لأن أنا عندي مشاكل الإضاءة وجبتها يا فنم ده تحت أمم يا ربي رأي خليك يا ربي سعيدك طيب دكتور في ريهان بتسعل بتقول بنتي عاردها حاول وروحت للدكتور وصفلي ندارة بايفوكل بعدين روحنا نعملها بتاع الندارات الحرام أنا عمري ما عملت لحد ندارة كده أنا محترق أعمل إيه وحديك السؤال ده وأنت بتقريك تحس أنك بتقري أنا بحس يعني أنا بنقرأ سيناريو بتاع فيلم سنة 65 60 أه كده إن طفل عنده حاول أهو معالجه بالندارة وأهو الندارة ما تجيبش نتيجة فأهو أقول له أعمل ندارة مصنفرة يعني إزاز مصنفر وإزاز الشفاف عشان خطر أشغاله عين وكسله عين أو أقول له أعمل ندارة بيفوكل بحيث أن أنا يبقى الندارة مقسومة للصين هي أعدلوا في حديثك الماء أنت تحسدت يا دكتور لأنه تأمل أنت لابسه ما شاء الله والأخوة إلا بالله هي دي الحالات طفل مثلا عنده حاول فأهم يلبسوا ندارة فالندارة ما صالحاتش الحاول يوم يعملوا ندارة بيفوكل يعني إيه بيفوكل الناس عارفاها اللي هي الندارة ماشي وقرية مع بعض إحنا عارفين ندارة دي بتلبس في الأربعينات في الخمسينات طفل بالبابس ندارة ماشي وقرية مع بعض طبعا أولا دي بتوريله صورتين ما بيجي يلعب أو ينزل على السلم دي بتعكسه جدا سانية ما بتعليكش الحاول سالسان هلبسها لحد أمتى حدك كلام ده كان زمان ما كانش عندنا آليات للعلاج ولا كان عندنا تقنيات في العمليات حديثة فكأن الندارة هي كتل حل يعني كان دكتور العيون بيعمل ندارة وبيعمل كيس دهني وبيعمل ما يبيض ما كانش عنده في العيادة حاجة تانية قدر يقدمها للناس ايه احنا عندنا دوقتي الفيمتوليزر عمل طفرة رهيبة وخصوصا في الأطفال ايه طفل زي ده حديثة عنده مشكلة مش عارف يقرأ فهنا عمله الندارة بيفوك لو مش عارف يمشي فهنا عمله الندارة للماشي بقى راجل عجوز يعني خليته راجل عجوزه هو عنده خمس ست سنين في المدارسة بيتراعوا عليه ييجي يلعب يقع هتشوف حديثة بقى هتشوف النهاردة حالات عاملين لها فهمتوليزر أطفال شوف السعادة حديثة الحالة النفسية يعني يمكن نوري حديثة صورتهم قبل وصورتهم بعد هتفتكرين انه مش نفس الطفل طبنا بعملك جناس لنا تقرير لأه حديثة هتفتكرين انه مش هو هو الطفل من كتر ما بقت نفسيتها أجمل ووشها أحلى هتلاحس انها واحدة تانية خالص ووشها منور وسعيدة وبتشكر الدكتور يعني هازولي حديثة الطفل بيتكلم الطفل نطق وبيأكل وبيلعب السعادة رهيبة حديثة هو شايف صورة شوف حديثة دي صورة قبل اللي هي الأزرق دي صورة بعد في صور تانية كتير جدا نهاردة احنا جايبين حالات عشان الناس بتتساءل يعني هل فعلا حالات دي تعملت احنا بقى نه سنين بنعمل كده هتلقى غيرون ناكل شوف حديثة ده تاني يوم العملية الصورة اللي على شمال الشاشة دي ما شاء الله شوف حديثة في الأول شكله هنا ما شاء الله تحس انه مش هو تف تحس انه واحد تاني أصلا الشكله تغير ده تاني يوم ده لسه حتى يعني هو يا حبيبي ده زقان لسه حضرتك ده حمزة الجميل عيد ميلاده النهاردة على فكرة تم سنة النهاردة كل زروا تطيب يا حمزة شوف حديثة ده بعد العملية بيمن ثلاثة شوف الأولانية صورة عينو في واحدة مخصمين بعد كده صورة مختلفة تماما اللي بعد شوف حضرتك يعني اختلاف اختلاف رهيب طبعا الكفاية نفسي التفل ونفسي تلأسرة بقى كمان يعني حضرتك أنا ابني اللي عارف يأكل وعصب بطوله الوقت ولا عارف يذاكر ولا عارف يلعب ولا عارف يلعب مع حد وقعد جم مامته دايما ودايما كاشش ودايما مأموص ودايما عصب ويبقى تفل مضوي بعد كده يعني ما يكبر يعني طبعا هو متربي ان هو عنده مشكلة وفاهم ان المشكلة دي عنده هو بس ولاش حل هتيجي عن سنة 18 سنة صلحيه هلو خلاص حضرتك يعني نفسيا وجسمانيا وعقلانا خلاص هو بقى متجمد على الشعور ده طبعا احنا عندنا فيديوهات يا مجدي الاطفال بتتكلم عايدي نشوف سلمة رائد سلمة رائد دي بنت جميلة اوي سلمة رائد اه سلمة جميلة اوي طب نشوف يا مجدي نسأل سؤال ونشوفها اه انت اسمك ايه سلمة وعايزة تقولي لي انها رضا عايزة اقولك شوكي ايه دي اتطر عشان تخليت عنا حل انت اللي امر وجميلة من غير فيها حال فيديو سلمة قبل بقى عايشوف فيديو سلمة قبل لعملية طبعا عايزين نشوف سلمة قبل يا بلت اه قبل متهم اللعملية فرق كتير جدا نشوف حدريك دي عامل عملية بقى لها اسبوعين مثلا اه بص حدريك شكلها اما تقلع النضارة بصي على الحاول بعد شوية هيباني ازاي وبالنضارة طبعا هتشوف حدريك حسنها واحدة تانية اصلا يعني الطفلة نفسها والشهر اختلف كبيرة استنى زد كبير يا عيني بص حدريك الحاول بين في العين يمين جدا وفي الشمال اهو اه يا حبيبت بص حدريك بيبدله مع بعض ازاي شوف يا حدريك العنين وتلع النضارة الوقت هتشوف يبقى منظر جميل كمان قوي حاول جميل من غير النضارة شوف حدريك بيبدل على طول طول الوقت طول الوقت فيش عين سبت فيش عين سبتة في عين حولة وعين سبتة عين حولة وعين سبتة دي طول الوقت وشوف ريكس سالبة بعد العملية ده هي جاية مامتها بتقول لي عايز تقول لك حاج عايز تقول لي ايه انا عايز اقول لك شكرا يا دكتور عشان خليت تاني حاله كلمت بعد ما شافت الفرق حاجة دي مش حالة بقى ده حالات وبيفرق معاهم مية في المية عايزين نطمن الامهات لانهم بيجوا العيادة طبعا عندهم ثقافات قديمة شوية من المعلومات العامة اللي مش صح ان العملية دي ممكن ترجع تضعف تاني كلام ده بيحصلش النظر ده سابت مدى الحياة مبيضعفش تاني عندهم خوف ان الطفل النظره هيبقى كويس بس هيحولي بعد ستة شهور فيش الكلام ده العملية دي بتصلح الحاول العملية دي بتصلح النظر وبتسبت النظر وبتمنع الكسر شوفي حالك اربع فوائد في عملية ما خدتش عشر دعايق انا عايز اقول لكل الامهات انه فعلا اطمنوا جدا لانه ربنا سبحانه وتعالى جعل الدكتور محمد سبب في ان الاطفال دول يمارسوا حياتهم الطبعية ويمارسوا طفولتهم الطبعية طيب في غادة بتقول لحضرتك ابني عنده حاول وكسل والدكتور وصف لي نظارة بعد ده سام سنفرة ده اللي قلت حضرت هو زهام الفيلم بتاع سنة ستين ده النظارة المسنفرة والنظارة البيفوكل وقلنا قبل كده عن غطى العين كمان ده كان موادية القديمة برضا طيب خالب بيسأل بيقول بنتي رأسها معووجة ناحية الكتف وقرابي بيقولوا ده ده دكتور الاطفال قال محتاجي عليك طبيعي للرقبة هو ده ممكن يبقى حاجة في العين هو اكيد اكيد حاجة في العين هو مش ممكن هو اكيد حاجة في العين انت حضرتك قلت الموضوع ده المرة اللي فاتت قلت وفي صورة عبدالطمر فاتت وفي صورة هنعودها تاني النهاردة ان حضرتك الطفل شايفني كده اتنين لما بيعمل رأسه كده بيشوفني واحد اهي شوف حضرتك هي كده شايفاني واحد اما تقعد الرأسها تشوفني اتنين الدلع فرق بينه وبين الحركة دي يا مدام هلا الدلع ده وقتا ما يكون عاوز حاجة بسر وقتا ما يكون في حاجة مزعلاني انما صحي من نوم لحد المنام بالدلع يعني مش ممكن انا 24 ساعة عامل كده ويبقى اسمه دلع ولا اسمه ان العضلة الرأبة تعيفة ولا اسمه ان انا كانت بترضى على ناحية وهي صفلة المعلومات دي بلاشت نفكر فيها غلا من روح لدكتور العيون ونقول لا ما عنداش حاجة في عينيه لان ده هيسبب كسل هيسبب حاول بعد كده مالوش حل هيسبب ضعفة في العين اللي هي معوجة دي ورأبة العضلة الرأبة كمان هيحصل فيها مشكلة اكيد طبعا طيب فده نقول لها ان ده عينين اكيد طيب ما بتسأل حالتك بيقول عملت البنت عملية الحاول وفشلت ممكن اكون انا السبب في كده لان دكتور بيقول اني اهملت البنت بعد العملية اتهمها الطهمة بطلة لا 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 هي طبعا مفيش اي حاجة بكرارها للمرة المية مفيش اي حاجة ممكن تعملها الام او الطفل بعد العملية تكون سبب في فشل العملية واحنا شفنا صورة خلاص كده يعني قلتنا واحد تاني يوم العملية تاني يوم حمزة عيد ميلاده ده عيد ميلاده حمزة هيتم سنة عشان برضو موضوع السن في الاطفال يقوله الحاول بعد سنة 4-5 سنين لا ده هو هيتم سنة الاسبوع ده ان شاء الله عيد ميلاده كل سنة طيب ومشاء الله عينه كويسة ده بعد العملية بأيام يعني يومين او ثلاثة طيب ابراهيم بيقول بنتي لابسة نظارة ذي قعر الكباية للعين الشمال والعين اليمين مفيش فيها مقاس هو ده صح؟ انا مش عارف اصلا بتاع النظارات ردي عملها له ازاي وبتاع النظارات اصلا لما بشوف حاجة زي كده بيستغرب هو النظارة حضرتك المسموح بي ان يكون فرق المقاس بين العينين اربع درجات يا منام هيلها مثلا في الاطفال مسموح لحد خمس درجات يعني لو لعين دي مثلا ستة مسموح ان دي تكون عشرة لو لعين دي مثلا خمسة المرفوض دي تكون دي 11 مثلا اه زي ما النظارات نحنك بغراء انا نفعش تبقى العين دي 0 والعين دي 11 العين دي هشوف الصورة اتنين على طول والمخ هيلغي دي هيلغي الدعيفة دي تماما مش هشوف بيه فدي يستحس ان تعمل لازج لحدك ده النظارة دي جريمة يعني النظارة دي كده دي جريمة في حق الطفل ده هنقول لحدك ازاي بتاع النظارات ردي يفصلها اصلا هو الراجل بينفز قوام ولكن النظارة دي جريمة لازم تعمل تصحيح في العين الدعيفة ويقول اتنين قد بقى طيب اه في ليلة بتقول بنتي عندها سبع سنين وعندها حوال وملاحظة انه بيزيد مع الوقت وكل لما اكشف لها يقولوا استانيا ما تكبر عشان النتيجة تكون مضمونة انا متضايق عشان اوص عبان علي قوي وخايف على بنتي ان انا اكون مقصرة في حقها هي الست مش مقصرة الست كشفت وسألتنا هو الست محتارة يعني احدك مخ ليلة هيتعود ان ليلة حولة مخ ليلة هيتعود ان ليلة حولة فكل ما تكبر ليلة يا دي ليلة يا دكتور شوف حضرتك دي دي ملكاني ملك دي منوتة جميلة جديد شوف حضرتك شكلها بالنظارة تحس ان هي عندها مثلا ايه 35-40 سنة كبه بالزبط وفي حاول برضو بالنظارة بص حضرتك العين بتروح وتيجي ازاي بص حضرتك يعني خلي بقى حضرتك بقى من شكلها كويس قوي لانها بعد العملية حضرتك مش هتعرفيها دلوقتي بص حضرتك يعنيها بتروح فين اللي تحت الايد بص حضرتك حاول مستمر شوف حضرتك شكلها بعد العملية هنشوف صورتها دلوقتي يا ريت ملك امورة جدا ما شاء الله بص حضرتك دي ملك بسم الله ما شاء الله الله هو اكبر الله هو اكبر بص حضرتك ما شاء الله عليها يعني الله هو اكبر حتى تضحكة ربنا يا حميها يا رب بقيت منوتة في سنة كتلقى بتحس انها واحدة عجوزة وهما الاطفال كمان يحس وما تلبس ندارة تبقى كده طب تصحيح النظر يا دكتور يعني انا عندي حفيدي نظر ضعيف ممكن يعملنه تصحيح نظر هو احنا الموضوع مش موضة ان احنا كل طفل اللبس ندارة يقوله تعالى نقلعلك لا طبعا طبعا احنا دلوقتي واحد نظر ضعيف وبيلبس الندارة بشوف بيها كويس ومقاسه متنصك العينين مع بعض وما عندوش حاول وما عندوش كسل يلبس ندارة ما قلناش لا احنا ما قلناش لا يعني نظره ضعيفه بس والعينين قريبين من بعض في المقاس وهو متعود عن ندارة وبيحبها وما عندوش حاول وما عندوش كسل ايه المشكلة انسان عادي يلبس ندارة زي ما كل الناس لابس ندارة عادي تمام جدا لكن انا الطفل دلوقتي عنده مشكلة في عينيه مشكلة دي عملت له ضعف النظر ضعف النظر عمله حاول والحاول بدأ يعمله كسل في عين من الاتنين وانا قاعد بتفرج عليه وكل ستة شهر اجيبه تعالى عمل ندارة تعالى عمل ندارة طب الندارة تعمله ايه ده فيلم ده فيلم انا عارف السيناريو بتاعه وعارف نهايته مأساوية هفضل اتفرج على الفيلم يعني انا قاعد اتفرج على الفيلم ده مش دور الدكتور يعني الدكتور ماينفعش يقعد يتفرج على الحلقة قدامه وبتضهور ويقول انا عارف ان هو العين الشمال دي مش هيشوف بيها وعنده 18 سنة بس عمله ايه لا تقدر تعمله اه انما ندارته كويسة وبيلبس العين دي زي العين دي وما بسوط بالندارة الولد والندارة عليها لعب اطفاله بتعجبه وبيذكر بيها ومعندهش حاوة الولد كسل الف مبروك الندارة حلوة جدا لكن لو حب لو حب يعمل اه في حالات كتير جدا في الاطفال ينفع لها وخصوصا بتعطير النظر وبتعلي استجماتيز اه لان انا حسه بالمعاناة اللي هو بيعانيها في الندارة بصراحة يعني كفاية هو حسس ان هو غير الاطفال بقيين غير الاطفال بقيين وبعدين هو غوي لعب الكرة اه فالكرة يعني كل 3-4 يام بتتغيير له الندارة ما عرفش جيبي جوان بالندارة دي اصنو والندارة دي عرفش جيبيها جوان طيب احمد بيسأل حضرتك ابني عامل حاول بقاله 3 شهر ولسه ملاحظة الحاول والدكتور قال مش هتظهر النتيجة دلوقتي امتى هتظهر النتيجة اخر السنة بقى ان شاء الله النتيجة ان شاء الله بعد الامتحانات نجيبها بالكونتور انا شوفنا حالات هوا عاملين بقالهم ايام طبعا ما شاء الله ربنا يحميهم يعني هو حالك الحالة دي ايامة بيكون العملية ما نكحتش او اتعملت بتقنية قديمة شوية جراحية قديمة او بيكون السبب بتاع الحاول ما تعليكش اللي هو ضعف النظر يعني لو طفل نظر وضعيف عمل له حاول النظر الضعيف دا وانا روحتة عملت له عملية حاول وسبت النظر ضعيف طبعا مش هتصلح واحد عنده ضغطه عالي فعمل له صداع يعالج الضغط ولا اخد حبيته صداع لا يعالج الضغط لو خزت حبيته صداع هياتحسن يومين ويرجع الضغط عالي فانا نظر ضعيف وعملنا عملية تحاول هتفشل ما عليكش السبب أنا عليكت العرض ما عليكش السبب اللي هو النظر الضعيف فهتفشل أو يكون العملية عمل بتقنية قديمة بقى مش قوية بتبقى نسبة نجاحها قليل إسرق بتسأل بتقول ابني عنده خمس سنين وروحت للدكتور قال لي نحن بوتوكس هي دي طريقة حديثة لعلاج ولا رأي حضرتك مش فحدك كان مكان يعني من زمان كده لما ظهر البوتوكس والبوتوكس ده أصلا نحن عارفينه بيتحيقن في تجعيد الوش مثلا أو حاجة فايدته أنه هو بيعمل شلل مؤكد في العضلة يعني لو عندي العضلة دي مشدودة كده وحقانت بوتوكس ده فالعضلة تقوم ايه بتفرد خلاص ما بقتش عارف أشدها كده تاني شهرين ثلاثة اربعة ويروح مفعول للبوتوكس ترجع العضلة تاني تكشر أروح أحيقن بوتوكس تاني فطبيعي البوتوكس عمره ما هيبقى حل للحاوة لأن ده حل مؤكد ثانيا البوتوكس بيجع العضلة الشديدة ويدعفها يحقن فيها بوتوكس ويشوف العضلة تضعف فطور عضلة تروح الناحية العضلة التاني حل طبعا وهمي حل وهمي ضعيف جدا ومالوش أي معنى من الإعراض طيب إسراء بتسأل ابني عنده خمس سنين وروحت الدكتور قال لي سماح بتقول عندي عشرين سنة وعملت العملية ثلاث مرات والدكتور قال ما فيش أمل إنه يروح خالص هي طبعا ما فيش حاجة اسمها كده إن شاء الله في أمل وتقدر تعملها تاني وتتصلح والحاول بتعمل في أي سنة على فكرة يعني لسه عامل الزبار فات حالات خمسين سنة واتنين وخمسين سنة حاول عزه الله حبيرك إن هي يعني جدة وأحفادها خايفين من شكلها فجت عشان تصلح الحاول عشان أحفادها خايفين من شكل يعنيها الحول السابقة كل السنين دي لأنه رولها مالوش حل وعملته وبقت كويسة نخلص ما شاء الله هيا الحاول مالوش سن نقدر عمله في أي سن اللي عملته مرتين بتاعتها فشل آه هنقدر نعمله إن شاء الله وينجر إن شاء الله بإذن الله بس هي سبب فشل الحاول هنا عندها إنها تأخرت في عميله شوية بس طب معنا فيديوهات ايه؟ شوف حذيك ده ولد مثلا ده متشخص إنه بيتدلع يعني شوف حذيك عينه حول اليمين إزاي وكل ما يشتيكه يودوه ده بيتدلع بص حذيك بص العين بتحدف إزاي شوف رأسه حتى مع وجه أنا بعد الهيلو إزاي؟ يعني عوجة الراس دي عشان يعد الراسه عشان يشوف كويس يعني بص حذيك عنده عين أهي بصلي وتلاقي العين التانية تحت إيه دي حولة خالص آه بص يبصلي بالتانية هتلاقي دي حولة خالص أهي وده بيعاني في المذكر وبيعاني في المدرسة بيعاني في اللعب وكشف ومتهمينه إنه هو بيتدلع إنه ولد ده متهمينه إنه هو كده بيتدلع يعني تروح للدكتور يقولها ده بيتدلع أه تروح لحد يبدلع دكتور تي أطفال يشوفه أو دكتور بطن أو حاجة يقول لا لا ده دلع ده نقص فيتامين ده أنيميا ده بي مش عايز يذكر ما يكلفش نفسه حتى ويقولها إعرضيها لدكتور عيون ما هو حديك أهه بص حديك بالنضارة برضو عنده نفس المشكلة نفس المشكلة حتى بالنضارة هبصي حديك العين برضو بالنضارة أهي دي بانت أكتر يا دكتور النضارة النضارة أمراه ما كانت حل هي لا طبعا دي هو يعني حاول طبعا واحد عمله النضارة مش حل برضو وعنده نفس المشكلة حديك ده مش طفل يعني ده ولد يعني دلوقتي يعني عنده اتناشر سنة مثلا حداشر سنة ده كبر يعني عشان ده بيكشنه عنده اربع سنين مثلا بيلفه عدة كترة وبيلفه ع الناس مش مؤثر بس النضارة مش حل عشان بس ايه حديك نفس المشكلة برضو شوف عينه فين حديك شوف عينه بتروح فين شوف حديك التبديل بيبدلوا مع بعض بس يا حديك عمره ما يقدر شوفك بعنيه اللي اتنين وعوج رأسه برضو شوف عوجة الرأس دي بنوتة اهي عوج رأسها ازاي اهي بس حديك العين تركيز قليل جدا بالعينين مش قادرة تشوف بالل اتنين الوضع من غير النضارة هو هو النضارة ما فدتها شوالها درجة شوف حديك المنظر وبرضو عندها يقول انها تميل رأسها شوف حديك كل شوية عشان تشوف كده عشان تعدل الصور على الاقل شوي شوف حديك المنظر اهي بصي بصة فين شوفي ترجع لي عشان تشوفني ولا نضارة حلت حاجة لا طبعا وسنها كبيرة هم مش رضيعة يعني لا بصبت سنها كبير وتعاني في المذاكرة دي لا يمكن تقرب عينها الاتنين بتقرب واحدة والتانية بترك وترجع تقرب للركنت ودي ترك عمرها بتعرف تقرب الاتنين مع بعض اجهات فضيع زغلالة في القرية زهق من المذاكرة مستوى الدراسي بيقل جدا اكيد على طول خلقها دايق طب هو الحاول والراس يا دكتور الحاول بنسبة تسعين في المية في عمل والراسي بنسبة تسعين في المية في عمل والراسي اه طيب رانيا بتسأل بتقول ابني عنده سنة وعنده حاول الداخل وقرابي بيقوله عادي لانه بيرضع في صباحة تسمعيش كلام قرابيك ابو سيدك حريك الطفل دايما لغاد سن سنة سنة ونص بيبع عنده حاول لجوه وواضح طبيعي حاول لجوه كده اه فيقولك الناس يقولك اصل بيبص على منخيره كتير اصل هو بيبص على التتينة اللي ببق اصله بيرضع في صباحة وعشان كده دايما ايده لفت انتباهه فيش حاجة اسمها الكلام ده لا خلص روحك شفي مش هتخصري حاجة لا هي كشفت عند عمتها او كشفت عند جدته اه وعينه داخل الجوه عمل عملية بقت عينه مزبوطة وحمزة طفل يعني عنده منخير وبيحط ديتينة ببقه كل حاجة بيمارس كل الحاجات دي وتعالج اوه في علاج بسم الله ماشاء الله بسم الله ماشاء الله طيب ماها بتقول لعملت اه احنا قلنا ده ايما بيقول ابني عنده طول نظر في عين الاتنين ولما بيقل عنا الدرق الحاول بيكون فضيع هو بيلبسها ساعة في اليوم بالعافية وممكن يخبيها في اي حتة ان شاء الله في التلاج والدكتور بيزعق لي ويقول لي كده هيحصل له كسل ولازم يلبسها طول الوقت طب هو الدكتور بيزعق لها طب هي تعمل ايه دايما هو يعني تحقيق الطفل بتأكلي بالعافية انت بتيجي روارف البيت عشان يأكل معلقتين ايه ما بيرداش يكمل اكله هيسمع ان كلامه نلبس ندارة لفيك بار بيرفوض يلبس الندارة اصلا طول النظر طبعا كلام الدكتور مظبوط انه طول النظر بيعمل كسل فعلا وطول النظر من غير الندارة مؤكد هيحصل كسل فعلا اكيد والندارة ساعة في اليوم يعني ايه بالبساش كياني كاتب للعيان علاج مسلا اربع مرات في اليوم فبياخده مرة في الاسبوع فمش هيخفة طبعا فالندارة ساعة في اليوم ينسى انت بل هاش حل دي الندارة دي خلاص كده مش طريقنا الطريق ده مش طريقنا لازم نعمله تصريح النظر بالفهمته ده لو تصلح بالفهمته كل مشاكله اتحلت اولا شبح الكسل احنا نسيناه خلاص كده طبعا عمل تصريح النظر شبح الكسل ده اختفى والحاول اختفى والحاول الفضيع ما بيقول عن الندارة ده اختفي ايه والندارة كمان اختفت ايه وشاف ستة ستة فهم الاربع مميزات دول حدارك ما يختلفش عليهم حد نهائي يعني وشوفنا كده بعينينا يعني الاطفال شافوا كده بعينيهم ودي حقائق واضحة ولازم الناس تطمن للموضوع ده تماما لان الموضوع مش مش اختراع جديد مش بنعمله ونجربه في الناس اه يعني بلاش بس نروح لأي حد نسمع منه اي كلام زي ما قلنا قبل كده مدام هلا طور نفسك عشان العيان بتاعك يستفيد لا انا حسة ان حضرتك كمان قب قب بجد يعني لما جبتنا الفيديوهات دي قبتنا عايزيكوا تشوفوا الاطفال فرحانين ازاي وعايزين نعرف ايه الطفلة الجميلة اللي بعتت لك بوسا دي اه عايز اشوف الفيديو بتاعها جميل قوي الفيديو بتاعها فين يا ماجدي استاذ ماجدي فين الفيديو طفلة بعتت للدكتور بوسا يعني وده قليل جدا انا فاكرا بيحصل في الاطفال يعني اللي لما يحبوا بني ادم جدا لا ده حالك البنات بقى الصغيرين بعد العملاء بيجوا بقى متشيكين وعملين شعرهم عشان جايين يقابلوني بقى فرحان بيحبوني يا حب يا سلام اه وتحط الروج مسلا فرقانة بقى يعني ايه راح تقابل يعني ايه حد بتحبه قوي يعني عصيته عبدكش بتحس بالفرق طبعا اه طبعا يعني يمكن السوبيان اه يحسوا بالفرق انهم هيلعبوا بتاع لكن البنت منو هي لسه طفلة صغيرة صح تمص في المراية وتصلح شعرها حمزة جميل بسم الله ما شاء الله الله هو اكبر اللو اكبر عليك يا حمزة كل سنة وتطايب يا حمزة ده ايه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عليك ده كفاية فرحة الام والأب حقيقة الطفل بيحس كمان بالزعل في نظرة الام لان امه دايما تبصره بعطف كده وزعلانة عشانه ومتدايق بص نظارة وانه هو احوال ودايما بصره بصت انه هو ايه غير الاطفال غير البصت دي هو بيفهمها الطفل زاكي جدا الام ساعدتها بعد العملية بتنعكس على ساعدة الطفل حاجة ده الطفل بيأكل بيقول لي مكانش برده يأكل بقى بيأكل كويس بيحب المذاكرة بيحب اللعب مبسوط من التلفزيون والموبايل واللعب هو شايف كل حاجة بأبو وضوح كل حاجة حاجة ده بيشوف الصور بالمقلوب بيكتب بالمقلوب يا مدام هان بيكتب بالمقلوب انا بيجيلي الناس في العادة جايبين الكراسات بتاعة الاولاد كاتب الحرف بالمقلوب يعني الكاف كاتبها من كده بالمقلوب هو شايفها عدلة الحروف الانجليش ال-ي كتبها ناحية تانية يعني مفيش هزار يعني الكلام ده موجود لأمهات سمعين وعارفين كده الحاجات دي يا تخيال الحاجة بقى انت بتشرحي له كلمة مكتوبة كده هو بيقراها كده هيفهمك ازاي هيفهمك ازاي كان مذاكرة هيحب المذاكرة ازاي اصلا تبتذكرينه فرعوني كده يعني هو بيكتب فرعوني وانت بتقريله عربي وانت ومش بيش تواصل فيش تواصل خالب هيحب المذاكرة من ايه بيفرق دكتور محمد انا عايزة اقول ربنا يجعل في ايدك الشفة دايما ربنا يجعلك كده عون للناس كلها يا رب ويديك على قد نياتك الحلوة وبسطك وتوضعك مع انك يعني استاذ وانا بعني الكلمة دي شكرا يا مده فانا مشكورك جدا انا متعلم من حضرتك ومن كل الناس اللي حلوين الكلام الحلو ده شرف ليه ان انا قاعدة بس قدام حضرتك مشكورك جدا جدا وربنا يجعله دايما اي حاجة بتعملها خير في ميزار حسنات حضرتك بقول لحضرتك كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب هنروح دلوقتي بقى للكليب بتاع الزمالك الزمالكوية هيجوا عدوا قدام انا تخيلوا ماشي ايه يعني بتغزوني ولا ايه بس اولا انا بحبوكو جدا بصرف النظر عن اي حاجة ودنيا مامتها حبيبتي شوفي بقى قد ايه وانت طبعا حبيبتي بس والله وانا انا بحب جمهور الزمالك جمهور الزمالك بس كان واخد على خطره من حقيقة هم مبلغيني اقول الرسالة دي اه حقيقة لاتي قلتي يعني الزمالك خسر وكده فهم بيحبوا اصلا يعني هم بيحبوا الفنانة هارة فاخر جدا فما كانوش يعني مستنيين استلم اقولك على حاجة اولا ده كان هزار تمام تمام هم كانو بيلعبوا مع فرقة مش مصرية اه يعني لازم احنا حتى يعني حاليك حتى فيلم الزمالوية بنتكلم عن التعصب وكده طيب اوكي وانا مش ممكن هشجع نادي برا المصريين تمام لا يمكن مزبوط هو كان المزار يعني لأ فعلم صح وليا دونيا احنا بيحبك عن مستوى فاني اه والله وعن مستوى الشخصي طبعا بيحبك حبيبت قلبي مرضيناش نطلع اصلا غير ما حضرتك يا قلبي ربنا يخليكوا لي يارا كازك وانا كلمتنا نطلع عشان الفيديو عامل طبعا لابان ع السوشيال ميديا وعامل جدر كبير جدا بس احنا يعني لما قللنا مع الفنانة الفاغل قلنا لا احنا نطلع مع هلا فيها عشان احنا نحبها حبيبت قلبي وانا كبان بحبك والله طب قلولي بقى من كان سحب فكرة الفيديو هو انا بصراح تم تقولي يا سلام عليك بس انا كنت جمهور الزمالك حبها بعد معتش سان دوينز وكده قلنا نعمل حاجة احنا في افراحنا بنشغل اغاني الزمالك وبنروس عليها في افراحنا يعني الزمالك اللي بيكمل فرحتنا في اي حاجة فاحنا حبنا نعمل اغنية تشتغل في الافراح وتشتغل بعد ما نكسب بتشتغل يعني ده كان هدفنا من الاغنية مش هدفنا ان احنا مش هتشغلوها كتير على فتح لا لا ان شاء الله نشغل يوم الخميس سيبيني افاتفض علف قلب سيبيني اطلع لجوة فده كان هدفنا من الاغنية الناس اعترضت على كزا حاجة في الاغنية بصنا انا اكلم بصراحة الاغنية فيها غلطات وما ينفعش ان انا اكابر وقولي الاغنية ينفعش غلطات لا الاغنية فيها غلطات كتير جدا اولا فيه غلطات في المنتاج صورة لعب مؤمن زكريا لعب الاهلي هو كان بلعب عنها في الزمالك بس هو مش يراح لعلي هو جمهور الزمالك مش بيتيقوا اصلا فده كانت غلطة في المنتاج وفيه كزا غلطة تانية في الاغنية واحنا مش هنكابر لا هنقول فعلا لغنية بس الاغنية ما تستهلش كل الشتايا والكوميكس ايتم معترضين على مؤمن زكريا تم هو لعب مصري برد لعب مصري لا او انا مش معترضين بالعكس بس هي الفكرة ان انت لما يبقى كليب للزمالك يبقى لعيبة الزمالك المنبودة فيه زي ما لو كان كليب للاهلي شيكبالا لو كان فيك اكيد كانوا هيتضايق تلاقي المنتاج بس اهلاوي هو 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 فعلا من اهلاوي فهي الفكرة ان احنا لا بس دي ما لهاش حلقة يعني انت بتعمل شغل لك خالر احنا في الاول احنا مصريين وفي الاول اخر ما يفعش شتيمة هو مش متابع كورة يعني هو هلاوي كده بالاسم هو مش متابع كورة لا مش بيشتموا انا بلاقي عندي على انستجرام بنات اهلاويه تدخل تشتم و الزمالكوية بنات يرده بقي فيه كمية شتيمة وحاجات انا بيدخل امسح كل الكلام ده ما يفعش طمعك الاول اخير ما هو انت بيتربية هو كل كومنت بيعكس على فكرة اللي قدامك يعني بيعكس تربية اللي قدامك اكيد اكيد لانه انتو بنات متربيين وبتعمل انتو فيه نادي بتعتهزو انا بقولك ان فيه نادي والله يعني بتعتزو بيه وبتحبوه جدا فبتعملولو بتقدمولو ببقي ورد تمام والله ده ده فعلا احنا حبينا نثبت يعني على فكرة هو في ناس كتير عجباني لغنية جدا في ناس كتير عجباني لغنية جدا انا شخصان عجباني لغنية حاجة بديدة يعني هي حاجة حاجة يعني دخلنا فيها هادي ودخلنا فيها الجو الشعبي اللي هو اصلا موجود في مجتمعنا دلوقتي بشكل كبير جدا كل الافلام فيها يا غني شعبي ده حاجة منتشرة في البلد وبتشتغل في الافراح طب سوال يا سلمة بقى انت رغاية او اسكوتي معانا تليفون مهم معانا حمادة محمد الحلو يا حمادة حبيبتي حبيب قلبي من جوا وانت كمان يا قلبي وانت كمان انت حبارك يعني هبنتكلم دلوقتي ازاي انا وانت مع بعض اختالي وزمالي احنا مبطلين نتكلم في القصة دي مش كده كيف هي اتهارين انا وانت كلام في الموضوع ده وانت بتوقف وسط الصلاة في بيت الاستاذ محمد الحلو وتخطب فينا وتقول لنا كلام كبير قوي كلام من قلبي والله انا من قلبي والله اه اتفضل لك عايز احيي طبعا من دنيا وعايز احيي سلمة وموضوع الاغنية ده اتنين بيحبوا الزمالك اعملوا اغنية مش عارف فيه صح يعني في الموش كده ما فيش مشكلة اه الاخرات مش قدي كده موضوع يعني في الاخره هو لطيف يعني مش عارف في الموش كده انا بقول ان انتو اكنهم قدموا بوكي وارد النادي الزمالك يعني دي هدية لطيفة على عد امكانياتهم وعادي الناس بتحب النادي مال الاهلوية بالموضوع مش كله عادي خليف حلو ايه حماد ايه حماد هتخبط ما يعني لازم قدي رحدة كده في النص كده حاجة ده انا ممضك يا حبيبي ايه ايه احترم العلاقة يا احترم العلاقة حبيبي حبيبي وكل سنة وانت طيبة حبيبي حبيبي وانت طيب وابنت طيب وراتك طيبة ايه حماده سلام لي على بودي بقى وابودي عامل اي دلوقتي لسه شعره زي ما هو ايه انا حبث نفسي اصلا عشان عايز يدخل اه حبث نفسي بسرعة طيب وحيي طبعا استاذنا الكبير المطرب العظيم الاستاذ محمد الحلو على الاغنية الاخيرة طبعا اه الاغنية انا سمعتها حماده وانت بعتها لي وانا رديت انا فعلا مكنت منفعلة بها جدا مكنت شوية اسمحها عشان احس بالاحساس الاحساس الصادق فسلم لينا على بقى اه كان طعب قوي انا والله العظيم يا حماده بابتكلم من قلبي اقسم بالله اغنية جمدة 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 طبعا دي توجيهاتك اوه انا انت عارف انا محبش اتكالة معناتك اوه ازا ما الكيف لهم بيعمل اغاني جمدة زي انا كده مرسي يا حماده مرسي يا حبيبي على المداخلة الجميلة دي حماده صوتو حلو جدا كمان انت هتقولي لي يعني هذا الشبلو من زكى الاسد طبعا طيب يوم الخميس ان شاء الله بإذنك يا رب اه هنكسب ان شاء الله لا نقولت حاجة نكسب ان شاء الله لا يا دنيا يعني نقولتش حاجة ايوه بابا بصي خليك يروحك رياضي طبعا يعني ما تحجريش على اللي بيقولوا يوم الخميس ماتش الأهلي والزمالي هقولك حاجة بالرحة بس انت جاي قصك منفعلة لا مش منفعلة والله احنا متدايقين من اللي حصل على سورشي الميديا انا ليش داعبي اللي حصل بك اللي بقلا ي verlierم الخميس يضم لكله بنت ملك حاجة تديفع او بيشتموا بعض يعني سيبك من الولاد الولاد ممكن يخش يعني مفيش حد بين تاكد كله بيشتم شتايم والفوظ انا تشتمتك امي وبابويا وكل ده عشان ايه لات عمل علينا كوميكس يعني انا محجبة يعني كوميكس من بيجات اهلوية حيات ممكن تكونوا يشوفتيها واحدة واحدة تتكلم يا جماعة حيات شوفتي البجات دي بجات اهلوية عاملين كوميكس وحاجات تريئة على سور يعني الشرطات وعليانة وحاجات وحاجات عيب يعني انا لو واحدة متجوزة اكسب اللي ده نطلق فيها انا محجبة انا محجبة اندل على شيء فده يدل على عدم تربيتهم اه وانا بقولها في التليفزيون وعالهواء وما فيش اخلاقه اه عدم تربيتهم وعدم احترامهم لبنات ممكن تكون اختك بالزاب ده اللي احنا قولنا اقوله يعني عيب عيب جد وبعدين احنا الكليب مش طالعين مثلا لندنيا مثلا مش محجبة انا محجبة انا لابسة محترم انت عمرت ملبسة على فكرة اه يعني انا كوليبسي حتى في الكليب اللي بيتاريه عليه بيشتموني عليه ده اه لابسة بكم وطلعها باحترام اه لابسة عادي لطبيع اللي ناس بيرسوك ما بنقولش كلام مثلا خارج او كرة انتو عملت الكليب ده عشان بس نادي زمالك عشان تحققه شهرة ولا عشان حسيني انتو صوتكو حلو لا انا صوتنا 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 حلو لا انا معا نفسي بغني بس انا مش مطربة ومش حتى الهونة في دماغي خلص سلمة نفس الحكاية انا مش حتى ورنية عشان الشهرة عشان لا ولا عفراد زمالك ايو اعملت muchos هالشهرة عشان جمهور الزمالك للزمالك انا لو عايزش اشتهر عشان اعمل الكليب معاملش كلب للزمالك واخص الجمهور الاهل مني خلص لو انا عايزة تشاه اروح اعمل كليب اغاني فيه والبس هريا اغاني فيه واطلع عشي ويبقى محايز وتبقى الشهرة بالنسبة للجمهورين مش هعمل كليب الجمهور الزمالك خلص وانا برضو يعني اولا برضى عشان فيه ناس بتقولك أولاً يا مدام هلا يعني أولاً أنا مش محتاجة والله مش عشان حاجة بس أنا مش محتاجة شهر لأن الجمهور الزمالك عارف فايس قوي مين سلمه وعارف أنا عملت إيه كتير عشان خاطر النادي وعارف أن أنا دايماً بقف معاهم وبقف فأنا والله مكنتش محتاجة شهر في ناس قولوا عشان في فلوس طب إحنا أصلاً الله أولاد ناس مش محتاجين وكوائس من حضرتك تكلمتي في نقطة الشهرة دي وفي كومنتات كمان سابوبة ومسابوبة عايز أقولك الحاجة لو إحنا بقى بنفكر في السابوبة مش هنتضايق خالص على الانتقادات لأن الفيديو عامل نصف مليون في ثلاث يام والخمستاشر على اليوتيوب في السرش وعلى فيسبوك 2 مليون طيب أنا كده مبسوطة لكن أنا عن نفسي وطلبت من المخرج أن نشيل الفيديو لما لقيت بس أن في ناس متضايقة في فكرة مؤمنة زكريا وناس يعني لايب طب إتبعته شكري للمستشار مرتدى منصور طبعاً لأن المستشار مرتدى رئيس النادي اللي إحنا فيه كلنا بنمعت له كل تحية وبنقول لسيات المستشار كل سلام حضرتك طيب يا رب عايز أقول حاجة بس أنا عن نفسي كواحدة في النادي الزمالك عودوا في النادي بشكره لأن النادي جدده وعمل وتطور في حاجات كثيرة جدا جوه النادي يعني شوفي قبل ما هو يمسك النادي بصراحة كان في حاجات غلطاته جوه النادي للمكان حتى طبعاً استأذنك يا دونيا نطلع فاصل صغير ونرجع لك تلك سلمة يا غلبوية بتعملي فقرات تحليل ماتشاط على اليوتيوب صح؟ أنا كنت عاملة برنامج اسمه متسلل الله يا رودي برنامج ده كان لا لا أولاً كان كوميكس أصلاً أنا كنت عاملها تاريقاً فهو ده أصلاً كان سبب شتمتي من جمهور الأهلي يعني ده في البداية أصلاً كان برنامج ده كان جايب لي الشتيمة ويعني مش عايز أقولك هو كان بيحصل فيه إيه بسبب برنامج ده برضو كنت عاملها عشان خاطر الزمالك عشان برضو يرجع يقول للنساء المبتعب لأ كنت برضو عاملة ده حباً في الزمالك وبعد كده بقى عملت ستوديو تحليلي مع فرح علي على قناة النهار كنا بالحل الماتشاط عشان بيقول لك المناتنا في الحامش في كل على فكرة سلمة أم كمان عندها روبي اللي حدودك شفتها ونا شايلها لا والله دي ما مدرك دي عندها سنة روبي دي اللي كانت شايلها واسي بسم الله خدناها معنا ده إحنا بها من الساعة 12 الدور عليك في الاستاذ طب قللي بقى أنت بتشتغلي إيه؟ أنا موزيعة في راديو تابع نادي الزمالك اسمه بلانكوف ام وعملة برضو عشان خاطر الزمالك عملة ستور بيباع منتجات الزمالك وصحفية في النادي يعني كل حياتي متلخصة في الزمالك طب جوزك هل له اهتمامات بالكرة؟ جوزي موزيعة في قناة النيل رئيس تحليل برنامج وكده زمالكاوي برضو هو كان موزيعة معايا في بلانكوف وإلا كان زمانه هدومة ولقاها على الأول أنا كان زمان يتطلق لا لا مش هتطلقها انت لا عايزة أقولك برضو مسكوه هايسة جوزها وانه هو مش في الأغني مسكوه بقى تريقة وشتيمة مع أنه من قدم محترم جدا جدا يعني عارفة لو واحد غيره كان يعني يزعق معايا لا ده من قدم متفاهم عارف الانتقاضات عاقل عاقل مش متخلف زي الناس اللي بتبقى متخلفة عقلية روح ريادية بس يا ما هو روح ريادية على فكرة ما عندناش مشكلة انتقدوا الأغنية احنا مش مغنين اه انتقدوا الأغنية اوكي بس ده مفيش انتكادات ده شتيمة بس شتيمة شتيمة بالأهل بلي عميش حاجة وجعتني بقى بجد فيش ضرب خالد لا بس على فكرة الحمد لله الأغنية عاملنا مسلا بقى جدا جزوهم والله لو الاغنية مكادش نجحت مسلا ما كنش زماننا عاديد ما حضرتك مكنش زماننا مسلا معاملة مشاهدات جدا ما كنتوش لفاتوا النظر تصدقت هي اي حاجة بتنجح بتعمل كده انا بس اللي واجعني بقى اوجد ان فيه جمهور زمالك شتامن او شتامن دي ده اللي دايني هو دايما جمهور الزمالك عشان هو مسلا جمهور صفوك بيحب الأغاني برية راقي طب جمهور الزمالك شتامن عشان الكليب من ذاكرية السور اللي فيه فاكرين ان احنا السبب يعني وعشان الشعبي الشعبي انا هو بس جمهور الزمالك هو جمهور طبعه راقي فهو ما بيحبش مثلا ان هو ايه الشعبي او ان احنا منتلع يعني نغني بشكل الاغنية انا مش شايفها شعبي قوي بالدرجة او جميلة والله طب احنا معنا مين اما نيرمين من القاهرة علو ايوه ايوه نيرمين انا ايوه اهلا اهلا رسالة انا اعايز اقول حاجة على فكرة انا اهلاوية جدا كمان مرسي يا نيرمين حبيت الاغنية جدا درجة والله ان انا بعض رددها كتير يعني رغم ان انا اهلاوية بس بعض اغنيها كده وان عادة في البيت ما هو يعني يا نيرمين انت عشان روحك رياضيجة ايوه بصلا فعلا احبيتها جدا ايوه ملكيش اي اعتراضات على الاغنية لا انا شايفة انها جديدة ولون بتاعها مش مألوف ويعني بزرعة يعني لذيذة بس كده انا بحيك يا نيرمين بجد بحيك على روحك الجميلة دي اهلاوية عايز اقولهم ان انا بحبهم جدا اهلاوية عربتي والله منك هماته نائي جميل هماته نائي جميل هماته نائي جميل وعمين ايديها للنادي بتاعهم اه يعني انا شخصيا مش شايفة فيها اه يعني حاجة وحشة ولا بتاع بالعكس ايه اللي خلى الناس تشتم بيتج يعني هي تعريب من تصفيت حسابات مش رهمة اه اول ما نزلت الفيديو بالضبط خدوا الفيديو ورفعوه وبقوا بيشتموا شتايم فكل اللي دخل على كومنتات شايف شتايم فكله داخل يشتم من غيره حتى ما يشوفوا الفيديو يعني اصطا الرافة اخوش الفيديو بيجامل بقى بيجامل كل كومنتات فقالك يلا نشتم يلا نشتم دي كانت بداية ان الفيديو ابتدا يتعمل عليه جدل دخل شتايم خلى الناس كلها تشتم مع ان الفيديو والله اللي عارفة لو كان واحد بس قال حلم كنت يتلاقي كل الناس وراه ده حلو ده جميل ده مش عارف ايه اتفتر انا عايز اقول حاجة انا كمان بيشتموني على اساس ايه ان اللا والله ان الزمالكوية داخلين يقولولي انت خلتي الاهلوية تريقوا علينا عشان اغنيهم الشعبي احنا بتري عليهم فخلتي عملتوا كده اغنية شعبي بيتريقوا علينا فيها انتي السبب انا مش السبب والله السبب ان فيه اللي اتقادب على السوشال ميديا كل واحد مستخبي يا جناعة الشعبي انتو بتقولوا الشعبي 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 مالو دول اساس ازاي الاستاذ احمد عدوية استاذ محمد روش دي لأ وبعدين احنا ما غنيناش مثلا ما قلناش اهل النهلك والنهلي طب مين اللي كتابلكو كلامي انا عايزة اقول الاخرى حاجة بس ان السبب ان كل واحد مستخبي ورا الشاشة الموبايل بيتكلم وبيشتم عشان مش متشاف بس فيه فيه اللي اتقادب بس عشان ميديا لكن مش انه السبب ولا حد اسبب مين اللي كتابلكو كلمة اسلام اتنين واحد اسمه اسلام البنا والموزع ماضو واحد تاني زملكوي جدا هما اللي كتابوا الاخنية هما عندهم عشرين صغيرين 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 بس بحيطة معمولة حاجة بسيطة عافوك احنا عاملين الاخنية في استوديو قد كده وبقى اقل امكانيات وبقى اقل حاجة والله العظيم الاخنية كده عاملنا على طول لنهي اسم افكر نشتها مالف افراح تشتغل لجمهور الزمالك طب مين اللحن والله الموزع والله ماضو ماضو هو اللي كان يعني هو اللي صورناها عنده وسجلناها عنده في الاستوديو وولد عالفكرة غالبان جدا ومفترم جدا وعنده عشرين سنة صغيرين برضو كان عايز برضو يعمل حاجة تفرقع في الدنيا اهلا من الحقيه هم طبعا جدا جدا اللي كاتبوا الاخنية والموزع بتاع الاخنية واللي طبعا الاخنية تسمعتي كلمات الاخنية اه لطيفة جدا فيه كلمة هي بتغنيها بتقول اقسمت بحبك كم مرة ان انا حبيتك من جوا من قبل محبك من بره هم منتكدينها ان من حبك من جوا من جوا قلبي من قبل محبك وطلاطك ولا احب من بره يا جماعة استانوا مهوا بصوا بقى بصوا بقى ازا ما الكواب يعملوا ايه يتكلموا زي ديوق نفس واحد وانا ما ينفعش كلمة واحدة واحدة بنتكلم على بعض لان نفس الكلام ونفس الكلام حبيبت قلبي واحدة واحدة عشان الناس تسمع من قبل محبك من جوه حبيتك من جوه من قبل محبك من بر دي الأغنية اللي غنيتها الكبلي اللي غنيتها سنة من جوه قلبي من قبل محبك من بر اللي هو أقول للناس أو من كلام ببقي كده أقول كلام يعني قدام الناس أو بطولات لا يا السجع بس اللي حكم عليكم اللي هو أقسمت بحبك كمرة أنا حبيتك من جوه أنا حبيتك من جوه قلبي من قبل محب بطولاتك ومن قبل محب لعبك أنا بحب الزملك عشان أنا بحب الزملك أهلا بك إبراهيم أهلا بك إبراهيم اهلا مستهدئ ايه ابراهيم معترض عالكليب ولا ايه ولا معالكليب ولا لا 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 انا اعترضش عالكليب خالص لو اعترضتها كنت يتصل ايما ممكن متصل يتصل يقول انا معترض عالكليب فعادي يعني احنا منسمع كل القراء على فك اتفضل قولي الي انت عايزه ابراهيم انا عايز اقولك ان الكليب تحتها ومش عجبنا بس عجب ناس كتير بذليل هو عامل دقة سوش الميديا رهيبة ادري اقولك ام وكلب فكرته حلوة بس هوا ممكن الناس مثلا اللي هي بتحكي عليه او اللي مش عجبها الفكرة ان هما بنتين بيعملوه او هما شايفين مثلا هما بيمثلوا ناجي الزمالك بس ايه الفكرة كده خلص اصلا يعني ايه الاغنية حلوة الاغنية نجحت تمام شكرا يا ابراهيم مرسي يا ابراهيم لا هما مش عشان ان انتوا بنتين وغنتوها برضو لو ولدين من ناجي الزمالك برضو كان حيلاء الاعترضات بيبقى في بعض نفسنا انا في ناس صحابي في الريديو بتاعنا غلطوا فيها علني يعني اهينا كده ما عملوش مثلا اعتبار ده ممكن اشوف الكلام وازعل او ان ده ممكن حاجة دقع يعني احنا حتى لو انت منتكت يعني تكلمني في تليفون قول لي بيني بينك بس مش على الملأ كده يعني الصحابية ما بتقولش كده مثلا ده عملونا بص تانا ودنيا عريتو الزمالك عرينا الزمالك في ايه اللي احنا عرينا الزمالك في احسنتوا اللي طلعتوا ببيضة الرأس ايوه ولا قلنا كلام خارج ايه اللي عرينا الزمالك في ومسكين بقى سالمة ومسكينة صوتكوا وحش صوتكوا وحش طب على فكرة احنا اخصى مش مطربين بس احنا حبينا نقدم حاجة بس مؤديين يعني مش شغلتنا مش هنزعل حتى طب قول لي يا دنيا انتي علاقتك ايه بقى بالسرك لانه مام الدنيا يا جماعة الاستاذة حنان الحلو طبعا كانت مش عرفانة في البرنامج هنا تقريبا كم اسبوع اه وانتي بقى مختيش حاجة من مامامر بسي انا مامتي لا طبعا انا مامتي يعني تعبت في السرك ووقعت من على العقلة وجالها المطايد وجالها عائلتي كلها يعني بيتهم السرك واصابات بسبب السرك انا طبعا بحب السرك جدا ان هو بيتي يعتبر متربيت فيه من صغري بس انا حابة اه ان انا اعمل حاجة بعيدا عن السرك او ان انا اه عيلة الحلوة او لكن ملكيش اهتمامات بسي لا ليه طبعا انا كنت بلعب كاوتشوك وفي السرك من صغري عملت مكعب الفضائي فاكرة المكعب دي استعراضات عملت شوك كتير اوي في السرك والحد دلوقتي احنا موجودين في ناديش شمس عاملين عروض جميلة بس انا حابة الفن حابة التمثير عموما يعني عموما اصنتوا فعلتكم فنية كتير جدا جدا يعني جدا من اول الله يرحمه ويحسني استاذة نعي معك طبعا بدأت في السرك التمثير طبعا صح سلمة انا بشكورت جدا جدا دنيا انا بشكورت جدا وسلامي امان الماما الستة العظيمة دي فرحاني احنا طلعنا معيك والله حبيبت قلبي انا اكتر والله وعبكة مش هنطلع مع غيرك عشان احنا عايزين نشتير وبنستغل المطف احنا بس ده اخر برنامي انا تحت عمرك واوه وتفتكروا ان ده انا بحظر انتوا عارفين طبعا لا لا ده هما الزمالكوية بيحبوك جدا ان هما قالوا لي بلغي مدام ها ان احنا زعلانين منها عشان خاطر ساعة شيف حسن قالت ان ده البوم سود او يا سلمة ده من ايه ده الحلقة دي شيف حسن زمالكاوي انا زمالكاوي اعمل ايه هزار مناخشة وهزار طب احنا عملنا مداخلة تليفونية مع المستشار مرتضى منصور وقبل الماتش وانا شخصين اتمنيته وكل نجاح وفيلم الزمالكاوي لا يعني بصرف النظر يعني انا يا سلام كابتن خالد الغندور اوه حبيبنا هو صعب الفكرة هو صعب الفكرة لا هو اكترح وإحنا زمعي قالنا انتو تعملوا غنيل الزمالك انت اللي عابلنا انت اللي قتلت بابايا انت اللي قتلت بابايا يا كابتن خالد ازاي حضرتك يا سلام هالا ازايك يا حبيبي والله انا ربنا يخليك يا رب انا متابعك والبرنامج بيسهرني كتير قوي بس انا بحب ردودك بحب ايجابيتك في جميع الاحوال بجد يعني انا بحييك حبيبي قلبي فاكن لما كنا زمان من روح البرامج انا بحب عشان ناخد الزرح ناخد الزرح يبقى الله يرحمه ويحسن إليه علاء ولي الدين ومحمد دينية دين الله يرحمه الله يرحمه وطبعا بس حلم على البنات الجمال يا بندق نحبك كلنا والله هما بحبوك حضرتك ساحب فكرة الكليبت لا 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 نسطح بفكرة الكليبتر اقولت الدني عملي ابنال اغنال الزباق اغنالي خلاطك في رسل اغنالي خلاطك في رسل دايزه انهم الناس كمان تدخلين في بندق شمال بسببه يعني انت ديبتل الراجل الكلام والراجل الناس حبينه يا جماعة لا طبعا حبينه كلنا بنحبه وكل زملكاوي بيحبه كل الناس بيحبه بصي أنا ممحسش انه زملكاوي صرف لانه محايد جدا وبيتكلم بالحق كابتون خالد ايه تا وقعاتك لماتش يوم الخميسة شاء الله والله يبصي على ارض الواقع كده يعني بالورق الاهلي اقرب يعني الاهلي اقرب للفوز عشان خاطر الزمالك برضه نقصته لعيبة كتير مميزة زي مصطفى فاتحي ايمن باسم مرسي برضه ممكن يلعب بس مش يعني مش هيبقى مصطفى برضه ايمن حفني لسه برضه مش سليم مليون في المية يعني فيه لعيبة مش جاهزة وفي نفس الوقت فيه لعيبة مش هتلعب ايه النادي الاهلي عنده حجازي ورامي ربيع مش موجودين بس الاتنين برضه مش هيبقوا مؤثرين ايه زي مثلا لو كان غاب عبدالله السعيد او غاب مراه محسن او غاب مؤمن زكريا او غاب وليد سليمان فالعيبة المؤثرة في الزمالك هي ايه مش موجودة يعني او مش في كامل يقطها او مستوعها فعشان كده الاهلي اقرب لكن كرة ما فيهاش كل حاجة ممكن طبعا ان شاء الله ربنا ينصركم يا رب ان شاء الله ان شاء الله بشكرك جدا لن كابتل خالد بشكرك جدا جدا وبشكرك انتو كمان حلقا شكرا حبيبي تعلم ان شاء الله هنرتقي تانى باذن الله بشكرك يا سلمة جدا بشكرك يا دونيا جدا وليهمكو من الناس اللي بتتكلم طول عمرنا الناس بتتكلم بتعملي حلو بيتكلمه بتعملي واحدش بيتكلمه فنفض يا معلم بشكركو جدا جدا ولك كل سلام انتو تايبين ان شاء الله انا هنيكو بفوز الاهلي يوم الخمس لا انت والله ما يجب عليك لصنا انا عزر حسونة قبل ما يتكلموا زكي حسونة زكي يا أبسيس عامل ايه؟ اللي فرق نهاردة حسن طبعاً عامل لنا الـ Red Velvet اللي تسألنا عليه قبل كده بتتعمل ازاي؟ وعمل لنا طبعاً هم سميها Love Cake Love يعني ما اتنين يعودوا بيحبوا بعض يأكلوا هم الاثنين طبعاً مش هتكفيهم حد هاياخد نصيب التاني هيتخنقوا يسيبوا بعض أولاً عايزين نعرف ايه الرجال في الدب يتعمل ازاي؟ بص سيزا عايزة قولو كل ما ادير الاول كوب سكر ثلاث بيضات ربع كوب لبن دافئ كوب سمن واحد ونص كوب دقيق معلقة بيكين باودر وربع معلقة خميرة داين مكونات هاي؟ والـ Love Cake اتنين بيضة اتنين سفر بيض ربع كوب سكر نص كوب زبدة مية وعشرين جرام شكولاتة معلقة فانيليا اتنين معلقة دي بتعمل بقى ازاي الرجال دوالفت دا لانه اعتقد انه صعب شوية هو مشكلته كلها في التركيبة بتاعته يعني احنا نعمل كيكة عادية خالص اللي هي ديم كوناتك كيكة اللي هو العادي وضبها لحضرتك وبعدين بنضيف لها اللي هو اللون الاحمر اه اللي هو يعني عند اللي بيبيوه منتجات الحلويات هاي اللي هو اللون الاحمر راح بتلون بيه عجينة السكر هي عجينة السكر اصلا اصلا اصلاها ابيض دا عجينة السكر جميلة او انا عمالها لا في ناس بقولوا عجينة سكر وفي ناس بقولوا عجينة لوز موقعات فيها لوز لا هي اسمها كده هي اسمها كده انشان اللي بعملها دا ماحدش بيعرف اعملها على ايد دي مصانع لازم لازم تيجي من شركاتي مش حاجة جميلة جدا انا مش همش عارف في وصل اخلا دي. لسه بادر علينا. انا هقطها هالك عشان انتي تعادت ايه? تلقاسي فيها واحنا شغالين كده. ايوة. وبعدين احنا نورد اعمل اشتغل فيه. ضليل. شكرا عموما ما بحبش الارات فلفت دي عالفكرة. عابش دوقتها مرتين كده. حسيتش بقى ايه تجاوب معها يعني عدت يعني. طب ايه حسيت بيه اصطر. ما عارفش ما احبتهاش. يعني فيه طعم ما بحبوش. اللي هو اصلا همه بعملوه بكزا طعم. طعم الفراولة وبطعم الكريز الكلام ده كله. ما عارفش انا الحياة كلتها في لبنان كانت معمولة حلوة جدا طبعا. بس انا ما عجبنيش الطعم يعني. طيب ايه بقى ما هتعملها? هنعملها. اعلان اعلان احنا الاول ناخد البيت بتاعنا البسكت فينا سايد. ليه سايد كذا سايد. ليه تزعل من ك اسايد زهالة سايد. لا لا لا. سايد زعلان احنا فاضلين يومين بس في البرنامج فوز علاني. اهو هيجي زهولك يا استاذ. يا على عيني. يا سلام يا سوسو. وانا ده انا. بناخد البيت. مع السكر. مع السكر. وبعدين نحط السمنة والخميرة. اه. وبعدين في لفة خالص اخر حاجة خالص. الديق. الديق. وبعدين نحط اللون بقى في الاخر. اه. ونسيبها تيزا شوية بعدين مدخلنا لفة. نيدن الصينية زبدة ومدخلها لفة. اه يا بدي بقى زكيكة بزيكة. زكيكة. اه. بس انت بقى بقى اضافات بقى معاها. عاز حطي اه فراولة كريز. عاز قطي فيها حتة كريز حتة فراولة. يعني في وبعدين تيجي الجلسية من بره كلها. امليين كريم شانطية اهو. لونه لونه اه احمر. لايك كريمة بتاعت الا. اهي. بيزفر حسنا. انه مش عالكورنيش. مش عارف ايه. تعملي. بتآلي. روايك السيد اسم مرسي سيد هي دي كيكة حسن دي كيكة عادية طب الكيكة دي هتعم فيها ايه دي هنبدأ ان احنا نعملها زي الترطة كده يعني تتزوق يعني ممكن احط عليها كل بشو ينفع ينفع حط عليها بقى ده بس لازمان بالكيس بعدين نبدأ ان احنا نحشاها من جوه من برا انتعاوزك جرنشة جرنشة اه دي اه حاضر اه حاضر يا مصدر حاضر ممكن ناخد روزيتات ايه على الحرف كده استاذا سينة صغيرة بس ايوة ايوة دوس دوس متقليش دوس عليها متخفيفش بسي انت دوس متخفيف اه هنزل يعني اه فهمت ايه ده ايه ده موانا كبيرة واحدة ضيارة دي موالله العزيزي يعني دي مقصودة ايه دي ايه ايه هبزت منه الوردة لا لا ما بزتش ماشي يا استاذ ايه بزمتك وديلك مش هتتاكل في الاخر ايوة ماشي خلاص ايوة ماشي خلاص مالله ايك اتقى احلى مرسيه معك دي مين يقول لك كذلك اه الاستاذ معك دي المخرج اعترض خليه يقول اي كلام لا اعترض اعترض انا اعترض علي ايه انا مش فاهمة يعني معترض بس ماشي معقول وجه هنعم فيها ايه? اتا معلم. امشتغل فيها حاجة. معلم. طب ان احط عليها شوية بتاع ده. ايه? من ده? ماشي دي نية دي. اه نية. دي كيكة نية. اه دي كيكة نية? اه. اي حاجة كده. حاطب. بكام عاوزها ايه? السلطانية. طب انا كنت عايزة عامل كده. اهو خد عاملت. اشت قلت حط عليها ايه حاجة. غريب قوي. خد. اه. شكرا. ام دلعيني كل حاجة حمر دي. ايوه عشان كريسنس. خل الاهلي يكسب يا رب. زمانك يكسب يا رب. ده رب. خدوه مؤسة حرامية. يا رزل قوي. قوي. حاوز قولي. وقق على المايك. يا عم وقعت المايك. مايك. قرب. لا لا انت هتحطه في مناخيرك ولا ايه? قطوين عايز. ليه بقى الكلام ده? ايه ليه ليه بقى الكلام ده? ما انت بتشور على الحتة دي يعني ايه ليه بقى الكلام ده? لأ دي كتيرة قوي هزا. كملي كملي سنتقل. معانا ام توقع. الو. الو سلام عليكم. عليكم السلامة راح اطلوه بركاتكم. مدام هالا عاملة ايه? الحمد لله يا حبيبتي في نعمة. منورة الدنيا واللي فيها. يا رب يسعيدك ويخليك ويكرمك. ويشيف حسن عامل ايه? تمام? زيكة ام توقع. الحمد لله. يا حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيكو يا رب. وقتر من امثالكم. ليس. رب احنا وانت يا رب. ويخليكو يا رب. سكرا يا حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك مدام هلا. معلش انا كنت بس استأذن حضرتك في حاجة. تفضلي فان. ربنا يزديك ويبارك يا ربي فيك. عايزة بس رقم حضرتك الشخصي. انا مش محتاجة حاجة الحمد لله. بس هنا يعني في حاجة مقدرش اقول عاشة. طيب. آآ. طيب. خدي الرقم الاعداد. حسن بتاعها جمدة قوي. ايه? صح? دي. هي اصلا جمدة. هي اصلا الحلواني بيبقى فيه فرادة ليه? فرادة بكهربا طبعا. مبارد ما تتحطيها. يعني دي طرية مسر. تحطيها ما دي نفس الهكاية لو جيتها فرادة برضه نفس الحكاية. دي بتاخد جهود شوية. طب الله يعني الناس مش هتعرف في البيت آآ. ده يعملوه. ما هيتتعامل طبعا. بص فيه ستات لما بيقصودوا يعملوا حاجة بيعملوها. حاس اقول لك. صراحة. ليه ليه اصدقاء. اشطر من اي حلواني برا. اه. وقالك لما بيقصودوا يعملوه حاجات. اه بشتغل وبيعملوا حاجات وقسملك بالله ليها تست وليها طعم آآ. ما شاء الله عليهم. عندي فاطمة بنتي لما تحط حاجة في النخة. هجارك الله. تقعد زروتلين. اه طبعا. تعمليش يا فاطمة حان. اشتريها جاهزة ولهم انا اللي عملها. لا بس شاطر. آآ. تعالي اصداز اخد شوية. ايه خد شوية فين? انا بقى بقى اشتغل آآ. اضربيني ضربتين. حامل اصقال. كفية كده اوه. ايه برافع ليك. انا بيخلي. اشتعرف السدات بس اما بيعوزوا. الله يا ستبرك يا شيخ. شكرا. انا مش عارف بما جارك بتعملت ايه? انجوليكوز? اه. معانا الاستاذ محمد. الو. محمد تفل صغير ما هيكبر ويبقى استاذ ان شاء الله. الو. الو. ايه يا محمد. ايه? ايه حبيبي ازايك? الحمد لله. عملي انت عندك كم سنة يا محمد? ايه عايز ايه? كده على طول يا محمد. انا مسلم عليك يا محمد. محمد. نعم. انا عملا عليك يا حبيبي. عندك كم سنة? ايه. ازايك يا طب تالة? ازايك روح طنط هالة. ازايك يا قلبي. عايز اقمرني يا محمد. عايز اعرف طريق البيتزا. حاضر. عايزي يا صده? طريقة البيتزا. بيتزا محمد عناي يا حمد. انت اللي زيك يا محمد تجيلك البيتزا لحد البيت اصلا. لسه هتتعب وتعمل بيتزا وكلام ده محمد. احنا نجيبالك لحد البيت بصلا. ده داك اللي بتاعدي زيو. وانت عم انت مارك. اهو اهو اهو. بس ايه. يا سايد شير. ايه دي ايه? يا سايد شير. ايه دي بس. انا اللي هزوّقها. انا اللي هزوّقها. هعمل لي اللي انت عاوزيها. بس انا اقول لك تعمل ايه بديد. بس هزخريك وحايلة. اللي انت بتعملي دا. بالله عليك ايه اللي انت بتعملي دا. انا بزوّق بطريقتي. ايه دي? اهو. حط الجباع في النص. حاضر. اجي العينين واجي فتحات المناخير. انا هكلمتك. خلاص. اهو انت عايز تقتل. هاسبه زمهية. اه اه. حاضر. لأ انا مكوش حطها كده. عن اذن. يا سياد شير بس. طب ازبق. بس. ايه اللي هي تعملانها? كده حلو يا عمي. طب ازبق. طب ازبق بقى انت. ازبق بقى. مأ لا ما تشيريش الوردى. عشان اللي ماتش يعني. اهو. عشان ما تقولوش عليا متحيزة للاهلي. الاهلي جنب الزمالك. عشان تفهم واحنا بالنسبة لنا هنجيب خمس تجوان. حمرة. معانا الاستاذ موحي. قالو. ايوة. ايو يا فن. ازاي حضرتك? الربنا يخليك يا رب. طيبة. وحضرتك طيبة بالف صحة وسلامة يا رب. بس بس خليك في حالك بقى خليك بحالك يا عم. ايوة كده الكلام الجانب. ان شاء الله يعني احنا نتمنى. وحاول حاول تزوئ الكيكة بالله بقى اكتر يعني بلات اللحنة. التليفون قطع. قالو? قالو? كمعانة كمعانة. راح بيه. طيب الله انا كنت هوريكي لسه الورد وضيفة. الكيكة كلها احمر. اه. جات على دي يعني اللي عايزة زينها بابيض كتير. اه سيتشير. قودي اه. اه بيضة اه بس اللحنة فقيعة. مجيبهاش. خبيه. خبيه جزء. ايوة. بس. شبيعي يا بس. شبيعي. شبيعي. يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا سيدة. ان شاء الله. استاذ مدى Monitor استاذ مدى مين?czenie. اهلاوي. اه. طبعا. واستاذ معتصم. اهلاوي و cum're a helaweBS. لا معتصم لنا معتصم زكا. لا ما معتصم اسماعيل لاوي. زملكاوي. اسماعيل لاوي. مو هم؟ اسماع الكلام. لا مش قولاد عمت ام ولا حاجة. اسماعيل لاوي صرف يعني. اéma ما بحيش ازاي مالك? مين? سلمة. قلو. قلو. ازاي حضرتك يا قمت هال? ازايك يا سلمة يا جميلة. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا لوم يا حلو. وبحب كمان الشيف حتى. ماشي زي بعض. انا باركلك يا سلمة. ماشي. مين انا جعلاني اول عمل برمالة اراضي اخوة. اه حبيبة قلبي معلش يا حبيبتي معلش. معلش. مين اللي بتعايد جنبك دي يا سلمة? معام? مين اللي بتعايد جنبك? دي اختي صغيرة. عايزة التليفون اكيد. صح? اه. اديها التليفون. اه ممكن تبعولي على السمع عندي انتحان قد. يا حبيبة قلبي ربنا ينجحك يا رب. يا رب. ويوفائك يا سلمة يا رب. اه ممكن اخذ رقة من الدكتور محمد لاشين. علشان اختي صغيرة تعمل عملية عنده. ها درتك جامل اعداد. يا اعداد. اده لسلمة نمرت الدكتور محمد لاشين. سلمة يا رب يحميك يا سلمة بسطرك. الله هو اكبر عليك. بص بتعمل احمر انت كتير اه. ما انت عشو تعملي وردة خد. لا لا بس بس. عملي وردة طيب. وردة ايه? قصة خير طيب. بص اعمل لي الوردة اهي. اعملي كده. بتبدأي تاخدية كل واحد عكس تاني. يعني تاخدية عكس ايه كده. اه كده. فيلي من هناك. وتيجي عكسها. ومعاملة الايه? العكسي. اكملي بقى. اكملي. ايو دي اعطاف انت. بقولي اكملي اعملي باية الوردة. انت بترميها لايه? لقول اعمل ايه? يا جنيل اللي انا فيها عرب. ادلوقتي انت بت ايه? اعملي الوردة كده 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 كده. اعملت الحلال باري. انا اعمل حطها في يعني فين هنزوق تاني ايه? حطها هنا عروة. اعملت الحلال بس بنوري الناس ازاي تعمل الوردة. اه بتوري الناس. اه اوكي. ده موضوع تاني. والله ااخد حدا من هنا. استنى. استنى. ايه? ايه? لا لا ما بياخدش. الله العزين انت. اه. حاجة يعني. اضحك اضحك يا معتصم. وردة لسه يرقان. اسمها يرقان. طب الزمة دي وردة. دي بوكيه. دي لمبة. دي وردة. بشكرك جدا يا حسن يا حسونة. بقول لكل سنة انت طيب. بشكر جميع العاملين معنا في السوديو. بشكر جميع العاملين معنا في الكنترول روم. بشكر مخرجنا المتميز. استاذ مجدي كمال. بشكر الاستاذ معتصم جد. بشكر كمان اسرة الاعداد جدا جدا جدا. وبشكر قناة الحياة. قناة رقم واحد في مصر. ان شاء الله يا رب العالمين. تبقى القناة رقم واحد في العالم العربي كله. وتحيا مصر. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة